شهد اجتماع جرى بين تجار دمشق والإدارة العامة للجمارك التابعة للنظام سجالا بين الطرفين بعد أيام من تجاوزات للجمارك على المنافذ الحدودية وفي أسواق دمشق طالت حتى الصيدليات بحالات ابتزاز ومساومة حيث اعترف الأمر أضلعام للضابطة الجمركية سلطان تيناوي بوجود حالات مساومة وابتزاز من قبل الضابطة الجمركية سنتوقف مع تفاصيل هذه القصة لكن بعد متابعة تقرير حسام جمال الجمارك في دول العالم مهمتها الحفاظ على الاقتصاد أما في سوريا فالأمر مختلف كما هي كل الأشياء فدورها هو ابتزاز التجار والمستوردين وعرقلة إدخال البضائع للحصول على مبالغ مالية يبدو أن تجاوزات إدارة الجمارك وصلت إلى ذروتها سواء عند المعابر الحدودية أو داخل مناطق سيطرة النظام فسطوتها على جميع من يبيع ويستورد الآمر العام للضابطة الجمركية التابع للنظام سلطان تيناوي اعترف بوجود حالات مساومة وابتزاز من الضابطة الجمركية بحق التجار خلال الاجتماع الذي عقد بين تجار دماشق والإدارة العامة للجمارك الاجتماع شهد سجالا بين الطرفين ما دفع المدير العام للجمارك ماجد عمران لامتصاص غضب التجار عبر اعترافه بأن كثيرا من الحدود اليوم باتت غير مضبوطة بالكامل متحججا بظروف الأمنية ومطالبا التجارة بالابتعاد عن التعامل بالمواد المهربة عمران قال إن الرسوم الجمركي على البضائع والسلع ليست مرتفعة لكنها تصبح مرتفعة مع الضرائب في حين أكد رئيس غرفة تجارة دماشق أبو الهدى اللحام أن الرسوم مرتفعة على المستوردات مقارنة بالدول المجاورة ومطالبا إدارة الجمارك بإعادة النظر في الرسوم الجمركية المرتفعة وبدعم وتسهيل الاستيراد للمواد الأولية اللازمة للصناعة مشيرا إلى أن الاستمرار في تصدير العديد من السلع ليس في مصطحة الاقتصاد الوطني حملات مكثفة لدوريات الجمارك ومن دون إذن رسمية يفرغون من خلالها الصيدليات من معظم محتوياتها ويحتجزون أصحابها بحجة بيع الأدوية المهربة وكذلك الأمر لمن يعملون في بيع ألبسة البالة إذ أصبحت هذه الأسواق سبوبة للجمارك في حين لا تقترب الدوريات من أكشاك السومرية ومضايا وغيرها التي تتكدس فيها البضائع المهربة وينضم لنا باسل إبراهيم صحفي في وكالة سيريا وان مرحبا بك باسل ما تعليقك على هذا الاجتماع بين التجار والجمارك؟ بداية تحياتي لك أصلاً ولأسادة مشاهدي تلفزيون سوريا صراحة أصلاً هو الضغوط التي يواجهها التجار في العاصمة دمشق منذ شهرين حتى يوم البارحة هو ما ولد الانفجار بالاجتماع ما بين مدير الجمارك وأيضاً كان هناك ممثلون عن البلدية إضافة للتجار الذين اجتمعوا معهم حقيقة ضغوط شديدة تنفذها حكومة النظام بتمثيل من الجمارك إضافة بالتشارك مع الأفرع الأمنية أحدهم فرع الأمن السياسي وهو لا علاقة له بالبضاعة لا المهربة ولا غير المهربة هناك عناصر من فرع الأمن السياسي خرجوا مع دورية الجمارك ومع البلدية لمخالفة بعض المحال التجارية معظم سوق الحميدية وأيضاً في سوق الحريقة بمدينة دمشق أغلقوا محالهم وذهبوا إلى منازلهم يومين ثلاثة أربعة ما عاد يفتحوا الجماعة لأن هذه القصة ما عاد تخلص لأنه عبقات مشكة وأنه بهذا المكان ما في أي بضايع مهربة ما في أي بضايع مهربة ولكن التجار عبقات يتعرضوا لعمليات ابتزاز كتير كبيرة إن كان من قبل عناصر البلدية أو من قبل عناصر الأمن الداخلي أو من الأفرع الأمنية أو حتى من الجمارك التهديد الذي يصير للتجار بمدينة العاصمة دمشق طبعاً هذا الأمر لا يقتصر فقط على العاصمة دمشق الذي يحصل في مدينة حلب أيضاً مدينة حلب ليست بأحسن حال من العاصمة دمشق أيضاً هناك الكثير من التجاوزات من عناصر الجمارك والبلدية أعمليات الابتزاز بالمساومة تحصل أصلاً ما بين عناصر البلدية أو الأفرع الأمنية والتجار حجوزات كبيرة للبضائع أي بضائع ممكن الشك فيها وعدم التحقق يعني يقولون أن حتى عناصر الجمارك لا يعلمون ما هي البضائع المسموحة في الأسواق والبضائع الممنوعة يعني هناك بضائع الكثير منها موجمرك إن كانت داخلة من لبنان أو داخلة من مناطق أخرى أو بلدان أخرى يعني يقومون بمصادرتها والتهديد بتسليمها للجمارك وبس راحت على الجمارك معناته يعني خالصين هناك خسائر بالملايين للتجار في العاصمة دمشق وهناك الكثير من الأسواق بدأت بالإغلاق يعني بيقولك التاجر أنا أحسن ما اليوم أخسر ملايين الليرات بخمس دقايق لا خلص أنا بسكر هذا المحل وببيع البضائع بشكل سري إن كانت مهربة أو إن كانت يعني طيب عمليات الابتزاز باسر عمليات الابتزاز والمساومة على البضايا هل تجري بدون علم إدارة الجمارك أم هي ممنهجة؟ إدارة الجمارك اعترفت بأن هناك عمليات الابتزاز أصلا يعني قالت أن هناك الكثير من عمليات الابتزاز تجري ما بين العناصر الذين يخرجون دوريات إلى الأسواق يعني باعترافها بالأساس هم باعترافها البضايا التي تأتي غير المهربة التي تأتي إلى فرع الجمارك أو إلى مقر الجمارك ألا يراها مدير الجمارك بأن هذه البضايا هي مجمرة بالأساس على الحدود ما بين سوريا والبلدان التي تأتي منها إن كانت من الأردن أو إن كانت من لبنان وأكثر البضايا التي يتم تشميع أو إغلاق المحال ومخالفة التجار هي البضايا التركية والبضايا اللبنانية تمام؟ ويعني حتى على موضوع الأدوية هناك الشكاوة يعني نقلها بعض تجار الأدوية في العاصمة دمشق أمام المدير الجمارك ماجد عمران قالوا له أن هناك الكثير من الصياد اللي بدأوا بإغلاق صيدلياتهم علما أن هذه الأدوية هي متممات غزائية وما إلى هناك يعني ما هي الأدوية الكبيرة أو هذه الأدوية ذات الفعالية الكبيرة عبتم مصادرة مو فقط هذه الأدوية لا عبتم مصادرة جميع الصيدلية وأغلاق الصيدلية جميع الأدوية بالصيدلية بتم مصادرتها هذه هي الشكاوة اللي تقدم فيها التجار لماجد عمران ماجد عمران شاف هاي الغليان بالتجار فحاول امتصاص الصدمة مثل ما بيقوله هو ما فكر هيك ممكن أنه يصير وما بيعرف ممكن العناصر شو عبتساوي بقلب هاي الأسواق أسواق بشكل كامل يعني ممكن تحقق كارثة اقتصادية كتير كبيرة بالعاصمة دمشق إذا تم هاي التجار أو إذا تم بقوا هدول التجار مغلقين محالهم خوفا من مصادرة البضايا تبعوتهم طيب هناك وعود من قبل إدارة الجمارك بتسهيل العمل ومحاسبة المخالفين ما رأي يوكي هذا يعني لو نتذكر الحادثة التي حصلت في سوق التلل بمدينة حلب العام الماضي العام الماضي مع بداية الشتاء العام الماضي حصلت تجاوزات كبيرة من قبل عناصر الجمارك وعناصر البلدية في سوق التلل مدير الجمارك في مدينة حلب ذهب إلى سوق التلل وقال أنه سيتم المحاسبة ويستم سجن العناصر وسيتم 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 وأعطى وعود كثيرة ولكن ذات العناصر بدأوا بذات المخالفات بعد عدة أيام فقط قليلة ما فيه يعني هاي الوعود فقط مشان فقط بيعطيها مثلا مشان إسكات هاي التجار ويقول لهم أنه فقط هدوا من هذا الغضب وهدوا من هذا الغليان نحن راح نحاسب نحن راح نصلح نحن راح أي واحد ممكن أنه يرتكب مخالفة من قبل هدول العناصر بس ولكن هاي البضايا كلها اللي عبر تروحها بتروح على مركز الجمارك في العاصمة دمشق ما بيشوفها ماجد عمران لحتى يحاسب هدول العناصر اللي عبر يخالفه أو ما ممكن أنه يسأل عناصر هدول البلدية اللي عبي ساوموا الناس يعني عبي ياخد المصاري عبي ياخد المال من التجار يا أما بتدفع المال أو ممكن أني أسلم هاي البضايا للجمارك عمليات الجمارك اللي عبي تصير حاليا وخاصة على أطراف غطة دمشق عندما داخل العاصمة في كتير من السيارات بيتم تدفع ما بين التجار الكبار يتم تدفع ما بين التجار الكبار والمسؤول عن الدوريات في الجمارك طبعا بيحددوا ساعة معينة بساعة أربعة مثلا رح يمروا السيارات من هون فهدول السيارات تابعين للتاجر الفلاني إن كان بسوق كذا أو كذا أو كذا إلى آخره فبتعدي السيارات أما بيتم مخالفة السيارات اللي ممكن تحمل معلبات السيارات الصغيرة للتجار الصغار اللي بيكونوا عبي بيعوا جملة أو هيك شيء يعني بشغلات بسيطة جدا فبيتم أحد التجار في سوق الحريقة ذكرنا أنه على محمل سوزكي يعني المعروفة هي السيارة سوزكي الصغيرة محملة معلبات وطلعان من مدينة دمشق إلى دومة خالفوا عليها 350 ألف ليرة بحجة أنه هي معلبات يعني مرتديلة وسردين وطون هاي القصص اللي كان محملة 350 ألف ليرة أو بيصادروا للبضائع هني عبي طلبوا منه خوة يعني هي عبارة أنه يا أما بتعدي يا أما نحن من صادر لك يا ها أبدا يدفع فهو الزلمة فاضطر أنه يدفع هذا المبلغ مشان ينفذ بالبضائع إضافة لموضوع الرشاوة اللي عبي تلقاها عناصر الجمارك وعناصر البلدية من التجار يعني يا أما بتدفع هاي من خلال الدوريات طبعا على المحال التجارية وخاصة في سوق الحميدية ويعني في حي القنوات أيضا هناك الكثير من التجاوزات أيضا في سوق الهالب الزبلطاني قبل أربعة أو خمسة أيام كان هناك حملة كبيرة جدا على اللي بيقولولون حيتان السوق اللي بيوزعوا الحبوب والمواد على أسواق دمشق بشكل عام وأيضا محال الملابس بحجة أنها مهربة كانت من تركيا أو من لبنان هناك الكثير من المصادرات في المحال طبعا هناك التجار بدأوا بمعاملة الأهالي في بعض الأسواق الذين يدفعون لعناصر النظام بشكل دوري الذين يدفعون الأتوات بشكل دوري لعناصر النظام يتعاملون على أساس البيع بالدولر الآن الدولر في أسواق العاصمة دمشق 5000 ليرة سورية للدولار الواحد على سعر الصرف اليوم هم يتعاملون مع الناس ببيع بضاياهم على أساس البيع 7000 ليرة سورية على مرأة ومسمع من عناصر الجمارك والدوريات دون أي محاسبة هذول بيقولوا هذول ذكر لي أحد تجار هذول تجار المدللين عند الجمارك فما أحد يقرب عليهم أما هم على معارف مع الضباط بالأفرع الأمنية أو يقدموا رشاوة كبيرة لعناصر الجمارك وعناصر البلدية والأمن الداخلي لحتى يقدروا يبيعوا بهذا الشكل أيضا في زاوية أخرى المفارقة أنه لا يوجد أدوية في سوريا ويلجأ الصيادلة ومستودعات الدول للأدوية المهربة والجمارك تخالف بهذا القطاع تحديدا ما الحل طبعا القطاع الصحي بشكل كامل يعاني من أزمات خانقة في مناطق سيطرة النظام وخاصة ضمن قطاع الأدوية والصيادلة يعني هناك عدا عن هجرة الأطباء وعدا عن هجرة الصيادلة الآن بدأ التضييق حتى على الأدوية مو بالمعنى العام أنه هن أدوية لا على العكس تماما يعني مثل ما ذكرت لك ممكن يكون سيروم أو ممكن يكون متميمات غزائية أو ممكن يكون يعني هذه الأدوية البسيطة جدا أو هي لا تعتبر من الأدوية هي فقط متميمات للبيع فيها الصيدلية ما في أي حلول ممكن تكون مطروحة ضمن الطرحة ماجد عمران يعني هنا قالوا له شو الحلول بالنسبة للصيدليات هو في أزم الدواء والدواء بصعود مستمر بأسعاره شو هي ممكن شو الحلول اللي ممكن أنه تصير مع هدول الصيادلة لأنه ممكن لحتى يتموا يستمروا بالعمل فما في أي ردود غير أنه نحن راح نحاسب المخالفين نحن راح نحاسب المخالفين هو راح يحاسب المخالفين على هذا الأساس ممكن أنه بسعب يحكي أزم الدواء بقابلة مخالفة للصيادلة على مواضيع جدا يعني جدا بسيطة ما فيما ممكن أنه تذكر شوح كتير كبير بهذا القطاع ولكن النظام لا يملك حلول حقيقية لمعالجة هذا الأمر وترى الأفرع الأمنية وترى الجمارك والبلدية وفرع الأمن الداخلي وغيرهم من الأفرع يتكالبون على الصيدليات وعلى المحال التجارية يريدون من الذين تبقوا في مناطق سيطرته الهجرة إلى الخارج ويتباكى النظام على الوضع الاقتصادي بحجة أن هناك الضغوط الغربية والعقوبات الأمريكية على مناطق سيطرته طيب أين سوف تذهب الأمور برأيك في المستقبل حاليا كما نرى الأسواق معظمها مغلقة تقريبا يعني في الكثير عشرات المحال في الأسبوع الماضي تم إغلاقه من قبل أصحابه يعني إذا بقي فرع الجمارك على هذا الحال دون يعني أن يكف أو تكف الأفرع أو حكومة النظام تكف هذا الفرع عن يعني يده عن التجار يعني هناك كارثة ممكن تحصل الاقتصادية كبيرة عدا أن يعني اليد العاملة التي تعمل في هذه المحال رح يصير فيه بطالة أكبر وأكبر إضافة أن تدهور الوضع الاقتصادي بشكل كتير أكبر يعني ممكن يصير تدهور أكبر من هذا التدهور اللي صاير يعني الحقيقة الواقع كارثي في مناطق سيطرة النظام على المستوى الاقتصادي دون يعني حتى وضع أدنى الحلول اللي ممكن هي تساعد التجار من قبل حكومة النظام وتشجعهم على العمل في ظل هذه الأزمات الاقتصادية الخانقة اللي يعني يعيشها الأهالي في مناطق سيطرتهم أشكرك كثيرا باسل إبراهيم الصحفي في وكات سيريا وان كنت معنا من غازعين تار النظام يطرح أراضي زراعية استولى عليها في ريف إدلب الشرقي للاستثمار هذا ما سنبحثه في ملفين الثاني